سريعاً عايزة أكلمكم عن الفرصة الحقيقة أنه بعد شهرين من فتح باب التقديم على مسابقة الفرصة وصلتنا يعني الحقيقة آلاف من الشركات الناشئة وإحنا كنا سعداء جداً بهذا الزخم من التقديم مؤسسي الشركات الناشئة من كافة محافظات مصر قدموا فإحنا كنا سعداء بهذا الزخم وهذه الأرقام من الناس اللي تقدموا خلاص سنبدأ تصوير التصفيات الأولى في المحافظات زي ما وعدناكم وأولى هذه المحافظات ستكون الأسكندرية بعدها هنروح الدلتا والصعيد ثم نعود للقاهرة مرة أخرى يوم الأحد المخبل هنصور أولى حلقات التصفيات في عروس البحر المتوسط مدينة الأسكندرية اللي اكتشفنا فيها إقبال كبير وعدد كبير من الشركات الناشئة فيا شباب أسكندرية والبحيرة اللي جاء لكم تأكيد القبول استعدوا لحضور حلقة التصفيات اللي هتتصور في مبنى الأكاديمية البحرية في أبو إير وبنشكرهم على الاستضافة ولو استعدوا لأنه الامتحان مش صعب اجهزوا لأن مؤسس كل شركة هيكون قدامه دقيقتين بس علشان يقرض مشروعه قصاد لجنة تحكيم متخصصة مكونة من خمس حكام حينقشوا مشروعه مش حاجة سهلة أبدا إنك تعرض مشروع عمرك في دقيقتين بس عشان كده محتاجين إن انتوا تركزوا جدا في كل كلمة حتقولوها التصفيات دي هتكون المرحلة الأولى من المسابقة يعني هنروح اسكندرية وبعدها المنصورة عشان شركات الدلتا ثم سهاج عشان نشوف شركات الصعيد والوادي الجديد وسينة ثم نعود للقاهرة لأن متسابق القاهرة وجيزة والأليوية حيتنفسوا في آخر محطة لنا وهي القاهرة نخرج من كل هذه التصفيات بتلاتين أقوى شركة وهم دول اللي حيجولنا الستوديو جولي بقى الستوديو علشان يتنفسوا من خلال حلقات تنافسية مليئة بالإثارة ومليئة بالجوائز المالية والعينية والعديد من الفرص اللي حنعلن عنها تباعا الفرصة على الأبواب انتظروا موسم جديد موسم مثير موسم قوي وانتظروا أقوى الشركات النشاء في مصر قريبا على شاشتنا على أون